جوديت عايزة تبكي بس مش عارفة تعمل جوديت ولدت بعائلة صغيرة بعدين صارت أصغر لما جيت اللحظة المناسبة الكل بيطلع وبطير آه نسيت أشير جوديت كانت يرقى ساكنة بحديقة بيتي أنا بضل أيامي برائب حياتها بالحديقة صارت تعرف جوزة وأنجبته أولادها إجت اللحظة صارت ما عنده أب ولا أم ولا أخوي لأنه كل يرقى بتصير بيوم ما فراشي وهيدي القصة صارت مع جوزة مع أغلب أولاد جوديت الصغير كان أول واحد عبي ياخد وقت طويل جوه الكوكون اللي يجمع شجاعته ويطير بس جوديت وحدها عم بتخاف من التغيير بتقول إنها ما بتعرف شو رح يتصير الدنيا بعيد عن الحديقة شو ممكن يصير وبتقول إنها ما بدا تصير فراشي عشان تتجنب المجهول بعد ما راحوا الكل جوديت بدأت تشعر بالوحدة والحزن فقررت تنتقل لنباتة كانت بزاوية حديقتنا مش عارفة إنها النباتة السامة اسمها بالبرتوغالي بيعني أبقى بعيد هون ما حدا بيمسك فيها ما حدا كان يقترب منها ما حدا كان بيزورها وجوديت كانت عم تكبر لوحدة أكتر بيكون عمرها ما طلعت من مسادتها بتقضي ساعات عم تحكي على لا شيء وتسمم نفسها بالأشياء اللي عم تشوفها تشرب شاي فويكة حمرة جودي تعبت من الورود أحيانا بتحس بيوحدة مقلمة لدرجة إنها ما قدرت تقدر تتنفس حزن جوديت كان كبير لدرجة إنها ما قادرت تبكي كان عندها عقدة بالحلق صراخ محبوس ما قادرت تحكي فقررت تبقى عند الشباك اللي عملته بس بفتح الورقة عشان تشوف إذا ما في حدا تحكي معه سحبتها تشارك بالأمور اللي تخلت عنها بس كل أصدقاء اليرقى صاروا فراشات واليوم عندها بس هي الكيانات التانية اللي تمان عايشة بالحديقة العنفقة الجراد الدمل الخنفساء الصبية كلهم فهموا ليش السماء صارت رميدية الغيوم التقيلة والرياح اللي عم تعمل صوت البكاء كانوا حبيان لنو عن عاصفة الدموع بالأيام الجاية دايما هيك كان يكون لما جودي تستغرق وقت طويل جوال شباك ووجها مليان حزن لما شافت ما فيه ما فيه أصدقاء دخلت جودي جوات البيت سكرت الستارة واستلقت على الويسدتا بقيت عم تفكر بواحدها لا بينما نامت هيك لما نامت صحيت في أول حلم بحياتها حلمت إنها عم تطير عم تلعب بتواحين الورق الملونة بالسماء ولما استفقت أول مرة تسمت جوديت من هون ورايح بديت تؤمن إنها قادرة تطير هالفكرة كانت عم تهدي القلب جوديت الموجوع جابت أمل أخضر بهالقد حتى إنها كانت متأكدة إنها سعادتها تعتمد بس على نفسها وإنه لما بتريد شغلي بقوة بيبين إنها الحياة بتوفر لنا وسائل لنحقق فيها رغبتنا جوديت شافت جنب بنية جنب نباتة الإبقى بعيد سلم مركون جدار الجارة جرأة صارت تتحمس بسرعة لبست أحلة تيابة بخرت نفسها حطت تحمرة شفيه ساطعة صففت بعثة البنفسجية أخذت محفظتها الزرأة وصارت تسعد السلم حتى اختفت بعد هيك ما حدا سمع عن جوديت هل هي جوال بالشرق ناقة أو صارت فراشة هل بدلت بالكل سمعت إشاعة إنه في واحد بيشبهة لابس نفس التياب نفس الأبعة بنفس الحركات وماشي بيحكي قصة يرأة البقسانية أحياناً تفكر إنه ممكن تكون جوديت نفسها بزي مستطر بس اللي كنت بدي أعرفه بالفعل هو كيف عبتكون هي ترجمة نانسي قنقر